موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو لقاء الشاعر يزف من جديد على مركب من مراكب النور ناشرا شراعا من إلهام وخيال ضاربا في بحار الإبداع إلى عالم السحر والجمال وها نحن عدنا من جديد وهذا الأسبوع بصحبة شاعر يموسق الشعر بإيقاع القواف والأوزان مطلعا لنا أعذب الأنغام وأرق الألحان أهلا بكم في مراكب النور الشاعر الإماراتي المبدع أحمد محمد عبيد له مع الشعر حكايات ملتصقة بجدران ذاكرته لا تنسى مع الأيام والسنين ومع غروب شمس يوم متعب وشروق شمس يوم جديد يعاوده إليها الشوق والحنين فيكتب ويكتب في فضاء فكري وصفاء ذهني رحيم الكتابة الشعرية الحقة الجادة الجميلة الإبداعية تحتاج إلى صفاء ذهني كالرواية تماما عندي إحساسي بالصفاء الذهني خاصة بعد جازة طويلتي من العمل مثلا أو بعد راحة طويلة أشعر برابة الكتابة وعودة الصفاء الذهني لي تستوقفني الكثير من الموضوعات الوطنية الموضوعات الوجدانية التي أعيشها كشاعر الحياة بما فيها من التجارة بما فيها من التضاريس بما فيها من التفاصيل تستوقف الشعر للكتابة طالما أعجب بهذه التفاصيل أو أحسى بقرب هذه التفاصيل لعل هذا الصفاء الذهني الذي يتحدث عنه شاعرنا أحمد محمد عبد والذي يساعده على التحليق في فضاءات الشعر المديدة لعله يجده في ساعة الصباح الأولى ومع تباشير أول خيط من الفجر يقول هذا الصباح جميل أيها المطر أنا وأنت هنا بشوقنا همر أنت الذي تمنح الأرواح بهجتها وفي حروفي رذاذ كله صور النور ينهك أشواقي ويتعبها وأنت ترسمها دنيا بها بشر تنساب حلما إذا تزقو نوارسنا ببعض بهجتنا والوجد ينتشر الموج والمطر المنصاب عاصفة والوجد والحلم والوجد والحلم المشتاق واستفر أنت انبعثت بقلبي ماطرا أبدا ثم انسجمنا كأن النور والقدر أهديت للبرق ما قالوا لقافيتي عني وعنه أجاب الومض والشرر وأومضت بعده الأشواق تحملني للقطر يروي بهاي ثم أنتشر وقلت للروح ما أحلى غمامتنا إذا اندمجنا مع النور الذي أسر ثم ارتسمنا تصاويرا مهدهدة تبللت أحرف في بوحها خدر وفي قصيدة زيت ونار يتغنى الشاعر بالحنين ويترسم خطى العابرين إلى الأشواق ويسير إثرهم إلى هناك حيث اشتعال الوجد ومآل الرمال النور يبهر والموجات ترتسم ونحن فيه مدى غابت به السدو يا عابرين إلى الأشواق تتبعهم نجوى ويحملنا في إثرهم نهم كل الذين هنا مروا بنا وقفوا وأسمعونا تسابيحا غفت بهم وأيقظونا فصلنا في قوافلهم تحيطنا سدف من بعدها ظلم وكان فينا حنين كي ننازمهم كي لا نعود وفي أطلاعنا ندم صبوا على النار زيتا بعدما احتدموا وأشعلونا بنار الوجد واتطرموا وأوقدونا على جمراتهم حطبا من بعد ما امتزجوا بالوقد وانسجموا وأغرقونا بنشوات بهم صعدت تحيي احتراقا إذا ما تدفن الرمم صرنا رمادا فعاد النور يشعلنا على احتراقا نديد فيه ننقسم ثم انتبهنا لأن في مواجدنا نرنو إليهم وفي أشواقنا كلموا حتى أشرنا إليهم دون أسئلة أهم كذلك قلنا الغرام هم نمضي إليهم وهم يسرون في دمنا فكل خفقة قلب بعدها قدم وكل حرف سكبناه أتوا معه نورا يمازج نبضا مله نغم وأوغلوا في انبهار ليس يقطعه صحو وليس به شكوى ولا ألم حتى فنينا بهم إذ أغمضوا معنا كل الجهون ليبقى بعدنا للحلم عشرون عاما وعهود الشاعر مع الشاعر تتجدد وتأتلق بإتلاق ابنة الإلهام في لياليه الزاهية وأماسيه الباهية عشرون عاما وما زال الشاعر قلقا وما زال الحرف يؤرق الشاعر المسكون به حد الهوس يقول عشرون عاما وأحزاني على كتفي من ذا سيصلب أشعاري على صحفي عشرون عاما وهذا الهم يحملني إلى الحروف التي غابت مع الألقي عشرون عاما وقلبي متعب بهوا قد فجرته بقايا الحبر فصد فيه عشرون عاما وما للحرف يتبعني شرقا فغربا فيا روحي هنا كقفي أغويتهم ببصيص النور في لغتي ويعلمون ولم أعلم مدى خرفي حتى تدانوا على قلبي ليرسمهم مثل النخيل ولكن أحرقوا سعفي أو مأتوا للوقت مزهوا ببهجته روبا كسار صباباتي على أسفي أيقظت من خطف حلمي إذا هجعوا وإن صحوا فضحوا ما بان من لهفي حملتهم جرم أوزاري التي اقترفت أيدي الذين نسبناهم إلى الشرف فيقصنموا أنهم لم يجرعوا بدمي سوى ظلال سوى ظلال بقايا الإثم في سرفي عشرون عاما ولم أعرف سوى مدى للحسن فالروحي في حرف علي خفي الحرف أرق قلبي بعد هدأته ولم يعد لي سوى حيش على شطف عبد القادر القط الذي يقول في قصيدته تلك لحت لي فجأة فحار يقيني واسترابت في حسها الأنظار وتجليت في الربيع ربيعا أطلعته على الربى الأقدار ويبدأ أحمد محمد عبيد قصيدته قائلا بعد عامين هل يطول انتظار ويموت الهوى ويخب الأوار بعد عامين رعشة من بقايا ذكرياتي وقد تلاشى الوقار هزها لعجو الهوى بعد أن كان سيذوي وتقفل الأسفار لا تزال الأحلام من الأحنايا وقلبي تهزه الأوتار طالما فاض من غراب جنون كنت أخفيه والعيون تحار كنت أخفيه إذ تلوح وناجات وتنساب من فمي أشعار انظري في عيني إن كان في الأحداق نجوة ستسقط الأعذار تتلوين نشوة ستليها دفقات من الغرام غزار حينها تخطر الحكاية على الدنيا وتغفو في فلكها الأقمار العيون التي تلاقت زمانا ها هي الآن ملؤها استفسار أنبئيني أشفك الألق السحري أمعدت للهوى فأغار أكتمت الذكرى وقد ذبل الحب وفاحت مع الصدى الأسرار صوحت واحتي وأجدم نبعي ثم ألقت أوراقها الأشجار كيف غاض الهوى وذو الكر معافة أغصانها الأطيار أنبئيني فالسحر فيها حديث مستطاب والنا يعشق مثار أنبئيني هل مرة بعدي عليها مستهام أو التقى زوار أنبئيني إن كان ذا كفبا أقساك والقلب خائن غدار يبدو يبدو الشاعر في أغلب قصائده محبا مشببا بالجمال أينما وجد حتى وإن اتسم شعره بنزعة إلى التأمل العميق في حقيقة النفس البشرية والكون والأشياء من حوله وها هو يدن من محبوبته معترفا لها بحبه رغم لفح الصمت فإذا به يحس بشيء غريب يجعله يتراجع كل ما أوغل في الخطوة إليها أتملاقي وأدن لهفا ومقامي منك يرخي سجفا لك أدن بين خطو واثق وخطا تجعلني مرتجفا لك أدن في ظلوعي زمر من حديث ساقني معترفا حين تذروني رياح عصفت بحروفي فاستحالت ألفا كتبتها لفحة تائهة كنت فيها مستهاما دنفا وأنا بين مقامي ذاهل غصة حرة وقلب نزفا كل ما أوغلت خطوي عادبي لاحتراق ضائبي ثم انطفا الحكايات التي قيتها رسفت ما القيد فيها رسفا كل ما هدأتها يزأر بغضب الأنثى صدا مختلفا المقامات التي تبهجني في عذاباتي تعالت نزفا بين خيط من جنون واهن وخيوط مزاقتني تلفا تارة تسكرني نشوتها تارة أخرى وأبدل أسفا هكذا لازلت أصلي جذوتي بحديث يتهاد نطفا وهكذا يختفي الشاعر العاشق لكن وفي غمرة تمزقه واضطرابه يطلب منها الرحيل لا لشيء سوى أنه يخشى أن تشوه خطاياه نقاءها وهنا يحاول الشاعر العاشق الابتعاد عن كل ما يقربه من حافة الندم متخاذل متبعثر بركابي ترتد نحو أسهمي وحرابي أخطو وأرجع بين صمتي علني أدنو ولكن خائر الأعصاب لا ترحلي أو فرحلي لا تمكثي أو فمكثي بجوانحي وإهابي سكنت رؤاقي مع الطيوف فأشعلت ما بي من الكلمات من الأشباب وعدت لي ما قد مضى من أعصري تلك التي تغفو على أهدابي ضاعت وعادت حين عدت على هوا يدنيك من سحري ومن أكوابي قلت انكثي كل التضاريس التي أغويتها تاهت بلا أسبابي وتخاذلت وتقاصرت خطواتها وتوقفت حين اختزلت ذهابي وأخذتني نحو الضياع إلى الصدى يرتد مع عطشي بكل يبابي حين أتوه فلا أفارق أحرفي بطرا وحينا لا أطيق صوابي وبكل أحياني أعود لأن تشي وأضج أين مدامتي وشرابي وأظل في ألمي وأحرفي أضلعي مما يعين على شاقاء شبابي ماذا وأمكث بعدها متهاديا أبقيت ماذا في سطور كتابي ماذا بروحي قد فعلت فليس من كأس يساقيني لدى أعنابي ماذا تركت إلى الغيوم لتنجلي شهبا فتختلج الحياة ببابي ماذا تركت تركتني في حيرتي متلاشيا في حيرتي وببابي قلتم كثي أو فرحلي قلتم كثي أو فرحلي هذا أنا متخاذل لو تعلمين جوابي إن كنت راحلة فما أشقى هوان يطوث ثوانيا بعد طول قيابي أو تنكثين فيا لعص في جوانحي ابقي فأني منتش بعذابي من الصعب على الشاعر أي شاعر أن يفضل قصيدة له عن غيرها فكل قصائده كما يقال أولاده الذين لا يفرق ولا يفاضل بينهم ولكن يبقى في قرارة نفسه شعور وانجذاب إلى واحدة على الأقل فيعترف أنها أعز ما كتب وقصيدة لحظات أخيرة لأحمد محمد عبيد فيها كما يقول روحه الباحثة عن الملاذي مع النفس وتذكره بأشعاره الأولى هنا أوقفت بحثي عن جوابي لأسئلة التي أعيت شبابي هنا رسم السكون على فضائي مثالا من حكايات اغترابي وسألت الخلايا عن جنون شعرت به ولم أشعر بمابي ولم أحفل به لكن روحي تمادت في غوايات التصابي وغابت بين رؤيا بعد رؤيا وتاهت بعدما عبر الضبابي وأغوتني ولكن لم تعد بي حكايا الوجدي تمرح في رحابي هنا ألقيت أشعاري وحرفي هنا ناجيت روحي وعذابي هنا أهرقت خمري من دناني وصمت وقلت ترحمني حرابي وقد أوعدت نفسي بالرزايا على درب الخرائب واليبابي وغبت عن الرفاقي وكان فيهم وفاء فوق شوقي للصحابي سروا في كل درب كنت فيه وكانوا هم جموحي وانجذابي وكانوا في ظلوعي من الأقلبي وكانوا في حكاياي العذابي وكانوا في ارتسامي في الأماسي وكانوا في صباحي مع شرابي وكانوا في حروفي حين عشدوا وكانوا في بكائي وانتحابي وكانوا في انتشائي حين أمسي قناديلاً معلقةً ببابي وكانوا هم عصافير الحيارة على شباك من سكنوا كتابي وكانوا واختفوا ثم استراحوا ولكن لا أزال على سرابي إنه دفق من شعور وشاعرية في لحظات يتذكر فيها الشاعر كثيراً من المواقف والأشخاص فيرى أمامه شريطاً سينمائياً يعج بالصور والأحداث وعلى غير المتوقع يأتي الاعتراف صادراً من روح أتعبها تقلب الأيام وتبدل الناس فيكون البوح ليتني لم أقل شعراً ولم أعزف أي لحن هنا أودعت سري في اعترافي لعل الروح تحيا في الروابي أبوح فليتني ما قلت يوماً قصائد أو عزفت على ربابي لعلي بين أعشاب البراري سيمزجني الذبول مع الترابي سيحرقني الهجير بذات صيف وتقضبني الشياه بلا حسابي وأشبه عشبة كانت ستزهي لو الغيمات قد علمت إيابي ستدروني الرياح فلا سؤال سيبقى أو سأعلم ما جوابي كتب أحمد محمد عبيد الشعر بأغراضه المتعددة ونوعاً في موضوعات قصائده وفي ديوانه هذا لحظات باقية أقف على قصيدة عنوانها سؤال روح يرثي بها صديقه الشاعر الإمارتي أحمد راشد ثاني رحمه الله يقول فيها يا سؤالاً إلى الوجود الحزين وأنا بين حيرتي وظنوني كيف لي بالحياة في رغد العيش وهذه الأرواح رهن المنون آه يا لحظة المواجد ضميني إلى كل رشبة ضميني قدر أن تبوح لحظة ذكرى بحياة تعظمت في سنيني وتمور الأرواح بين سمو كحياة تحررت من سجوني فعلى الروح خفقته من ضياء أو دعتها بلهفة المحزون كنت فيها متيماً بسؤال أبدي يضج أبدي يضيع في التدوين وتلقيت يا أبا وهجاً نجوى وأغفيت لحظة في عيوني كلما رمت للسؤال جواباً تكتفي بابتسامة من طعيني قلقاً كنت كالهموم الحزانة باسماً في مرارة وشجوني وهج الحرف في كسرد جميل وحبور على اكتمال لحوني خطوة كنت شاطئاً يتجلى بارقاً في شقاوة الخمسين بارقاً كالصباح في خور فكان جميلاً كالشاطئ البجنون كندى الصبح كالنخيل على الوادي كسحر العذوق في العرجون صاحبي هل أقول حان وداع صاحبي هل أقول حان وداع أم ترانا سنلتقي كل حين هل تراني أراك في بسبة الصبح وديعاً وهازئاً من سكون علنا نلتقي هناك لنخفي قلق الروح عن ثنايا الجبين علنا نلتقي ونصغي ونصغي لجموه الشباب في العشرين علنا نلتقي وميض حروف يتجلى في لحظة التكوين وقبل أن نطوي الشراع إيذاناً بوصولنا إلى المرفأ بعد هذا الإبحار الجميل في عالم الشاعر أحمد محمد عبيد نستمع إليه وهو يلقي قصيدته عن نبع الحنان قصيدة إلى أمي في مهرجان الشارق للشعر العربي وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمي وهل بعد أمي تنطق الجمل أمي الفضاء الذي فيه سأرتحل وأنها مد ماء في وضوء أبي ينساب في الترب غفراناً وينسدل وأنها جزء قرآن سيسكنني في سورة الكهف أشواقاً ويرتحل وأنها مد ماء في وضوء أبي ينساب في الترب غفراناً وينسدل وأنها جزء قرآن سيسكنني في سورة الكهف أشواقاً ويرتحل وأنها ساحل الغافي بموجته وشاطئ الحب ركض كله خبل وظلة في عريش كان يسكننا ودعته بعدما جيراننا انتقلوا وأنها الفرحة العطشة على لهف في لحظة الفطر والصوام قد عجلوا وأنها العيد يكسوني ويبسم لي حتى مضى فجفتني بعدك الحلل أمي ويورق بالحب الذي زرعت يداكي وانطلقت ما بيننا رسل حب قديم سيبقى بعد موجدة وزفرة في ظلوع منك تشتعل تمضين في سالف الذكرى فتوقضني ذلال روحك والأضلاع تبتهل وكلما عادت الذكرى على وطري أبكي ويبكي بقلبي طفلك الرجل وها نحن وصلنا إلى المرفأ بعد هذا الإبحار الجميل في عالم الشاعر أحمد محمد عبيد وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء جديد على مركب آخر من مراكب النور لكم منا أطيب المنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر